أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء أكد على أهمية مواصلة تدعيم أسس التعاون الاستراتيجي بين الشركاء الدوليين من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بما يصب في خدمة جهود التنمية والتطوير واستدامة نتائجها في هذه المنطقة ذات الأهمية المحورية قال صاحب السمو الملكي ولي العهد إنه مع تزايد التحديات الإقليمية فإنه من الضروري أن يتوازى ذلك مع تعزيز الشراكات الحيوية والتحالفات الاستراتيجية مع الدول الصديقة والتأسيس لأفق جديدة من العمل المشترك بما يتسق مع متطلبات المرحلة الراهنة جاء ذلك لدى لقاء سموه بحطور نجله سمو الشيخ محمد بن سلمان الخليفة مع سعالة سافير ستوارد جونز القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى في قصر الرفع حيث رحب سموه بزيارته إلى مملكة البحرين التي يشارك خلالها في المنتدى الإقليمي لغرفة التجارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشد سموه بانعقاد مثل هذه اللغات وما تسمو به من تعزيز شراكات الاقتصادية والتجارية وتأكيد دورها في خلق انطلاقة متجددة على صعيد التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف القطاعات ليتكامل ذلك بشكل نوعي مع أطر التعاون والتنسيق بين دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية خاصة فيما تتغاسمه من اهتمام متواصل بالجواب الدفاعية والأمنية وحفظ الاستغرار الإقليمي والدولي هذا واستعرض سموه مع المسؤول الأمريكي خلال اللقاء جملة من التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية والقضايا التي تهم البلدين إلى جانب المواضيع المطروحة في المنتدى الإقليمي لغرفة التجارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا